هذا الرجل كان بيحبني جدا وقبل ما يعيه كان بنا تليفون هو سامير غانم أنا أعرف الأستاذ سامير غانم يعني من قبل ما يموت بسنوات طويلة يمكن تربو على العشرين تلاتين سنة وكنا هنشتغل مع بعض وأول عمل عملته بنته إمي كان معايا في الإزاعة كان مسلسل إزاعي كان بطولة أشرف عباقي وسامح وهي أول بطولة لها في الإزاعة كان اسمه اتنين على ما فيش وهو كان فرحان أو كان بيجي معاها فأنا الحقيقة قريت النهاردة كم خبر بيشوه سامير غانم فيه خبر نزل على بعض المواقع النهاردة بيقول إنه هو طلع من قبره يستغيس والحارس شافه يتخض وبعدين رجع يتطمن إنه هو موجود الجسة موجودة في القبر ده برضو نوع من الصحافة الصفراء اللي مالوش أي معنى ولا لازمة أنا مش عايز طبعا الحارس نفى هذا الكلام وإحنا هنحاول نتكلم برضو الحارس لو فيه فرصة يعني النهاردة أنا عايز أقولكو حاجات كتير جدا جدا لكن أعايز أقول لسامير غانم ما طلعش من قبره زي ما بعض المواقع نشرت سامير غانم لبعض من أراده تشويه مدرسة في الكوميديا النظيفة وإنسان فوق الوصف كان أنا أعرف إنه كان أيادي بيضاء وكان بيعمل خير كتير جدا ما بيقولش عليه وأنا أعرفه عن قرب وأعرف أخوه وأعرف الأسرة يعني كلها يعني مدام دلال ربنا يشفيها اشتغلت معايا وصديقتي ومن سنين طويلة وربنا يشفيها وأنا ما كنتش أتخيل هذه السيدة المعتقلة اللي كانت بتطبطب على يعني أكتر فنانة كانت بتطبطب على الناس في عياهم وتوسيهم في معاذيهم كانت دلالة عب عزيزة ما كانش حد يتصور إنها تخش في غيبوبة وما تعرفش حتى هذه اللحظة إنه رفيق عمرها ونصفها الآخر مات حتى هذه اللحظة بالمناسبة ما تعرفش فالله رحمه سمير كان من أعظم الناس ويجعل صناعته للبهجة والسعادة للملايين وما تبصش لمصر بس الملايين الناطقة بالعربية في كل أرجاء الكرة الأرضية كان سمير غانم بيضحكهم ويسعدهم ويعلي اسم مصر بفنه فمش صح إنه طلع وكلام الفارغ ده مش صح يعني أعيب نشوه ذكرى وإحنا بنحتفل بذكرى أو بنذكر سمير غانم في ذكرى الأربعين